فخامة رئيس السيسي وهو بيقول ايه بقى الدولة تعمل بكافة القطاعات ومعلومات المشروعات متاحة للجميع عايز تعرف اتفضل اهلا وسهلا ادخل على البوابات بتاعتنا اتفرج على البرنامج التاسعة مسلا بسنا نسمع لش كده لكن انا لقوها اقول لك كده خلونا نسمع فخامة رئيس قال ايه وبعدين نرجع نكمل الكلام النقطاع زي الزراعة انت ببتشوفوش لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده انا بتكلم اللي احنا بنعمله زيادة يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250 الف فدان هيدخلوا للزراعة الامح السنة دي عن السنة اللي فاتت المفروض كانوا يربعمائة الف مش كده محمد كانوا كام ربعمائة والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا انجحنا لو احنا انجحنا في اللي احنا بنعمله ده بعيد عن الرقعة القديمة بيدين عن الدلتة دكتور مصطفى احنا بنتكلم هنا على الدلتة الدلتة الجديدة وبنتكلم على تشكة مشارع وينات معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان معناه في زرعة واحدة هدخل من اتنين ونص لثلاثة مليون طن حسب قدرتنا في في الزراعة فانعايز اقول ايه ان في القطاعات المختلفة الدولة شغالة فيها كلها مش غفل يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع اتصالات تعليم صحة صناعة زراعة مفيش قطاع احنا سايبينه بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلك وغطوه كويس لا مش هقول كده لكن انا بقول للناس ما ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقلوكو يترملكو كده فانتو تاخدوه تقولوه لا مع الوضع في الاعتبار ان البنات دي كلها متاحة برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزرات المختلفة يعني لو دخلت على النقل حتشوف دخلت على الكهرباء حتشوف دخلت على الزراعة حتشوف او على الموقع بتاع ريس الجمهورية توقفوا كتير اوي على اننا كدولة نوفر مليون فرصة عمل سنويا زيادة عن دلوقتي والله انا المبسوط خالص بالكلام ده اوي ليه لانه كلام هو قطع الشك بيقين ما تتعودوش تسمعوا الكلام زي ما هو كده وترددوه لا اعرف وحقك تدور والمسألة سهلة يعني ده انا كنت بقولولك قبل كده واللي هقولولك دلوقتي واللي هقولولك بعد شوية اللي هقولولك طول الوقت سيبك زي ما كنت دايما ودايما انا اقولك سيبك من قناعة انا سيبك من ايديولوجيات انا القصة مش في اشتراكية يعلمش اشتراكي هي القصة يعني ايه بقى في حاجة اسمها جمهورية جديدة فلسفة الجمهورية الجديدة